تحدث مكانك يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ووصلي ووسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم أيها الحبة الكرام يقول الله جل وعلا وأنه هو أضحك وأبكى فذكر الله تعالى أنه هو الذي أضحك الإنسان إن شاء وأبكى الإنسان إن شاء مواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك فرحا واستبشارا برحمة الله تعالى لأمته فرحا واستبشارا بنصر المؤمنين أضحك أحيانا لأجل أن يخفف الكلام والمصيبة على من أمامه وأحيانا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم ربما بكى رحمة بمية حضرة وربما بكى رحمة بأمته وربما بكى خشية من الله تعالى وخشوعا في صلاته وربما بكى لما ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه ما هي المواقف التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولماذا بكى وكيف كانت رحمته بأمته وهل يسن لنا أن نبكي في المواقف التي بكى فيها النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة الكرام كل هذه المواقف من السيرة العطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عليها اليوم بإذن الله في حلقتنا هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم يسرني أن تبقوا معنا كان النبي عليه الصلاة والسلام بشرا من البشر يضحك ويفرح ويحزن ويبكي يسافر ويقيم يجوع ويعتش يصيبه ما يصيب الناس كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لمن سألها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يخصف نعله ويخيط ثوبه ويكون في حاجة أهله أيها الأحبة الكرام نحن اليوم مع مواقف بكى فيها النبي عليه الصلاة والسلام السؤال الذي يطرح نفسه هل البكاء دائما يدل على ضعف النفس وعلى خوريها وعلى عدم تحملها يعني بعض الناس اليوم إذا رأىك مثلا تبكي فرضا على ميت تبكي على ولدك وتبكي وتمسح دمعك خليك رجال الرجال ما يبكي هل هي فعلا على اطلاقها كذا الرجال ما يبكي يا أخي الرجل عنده مشاعر بالعكس الرجل الذي لا يبكي أبدا ولا يتأثر هذا قلبه حجر يا أخي لا يمكن التعامل معه لا بد أن الإنسان يكون عنده نوع من العاطفة الإنسان الذي ليس عنده أي عواطف يمكن تحريكها الإنسان بالله اللي قلبه غريط كيف تستطيع أنك تعظه وتذكره ليبكي من خشية الله أو يبكي لأجل أن يعود إلى أمه بعد أن عقها أو يبكي لأجل أن يصلح ما بينه وبين أخيه لما تقاطعه لا بد يكون عند الإنسان نوع من العاطفة التي يبكي بها فالبكاء لا يدل على عدم الرجولة متى يدل على عدم الرجولة؟ الذي يبكي عند الحرب يبكي عند البأس يبكي عند الأشياء التي تحتاج إلى شجاعه وقوه وصرامة إذا بكى قلنا أنت لس رجلا أما إذا كانت المسألة هكذا بكاء مطلقا فالبكاء له أحوال تعالوا نقف على شيء من بكاء النبي عليه الصلاة والسلام طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة مدح البكاء يقول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله وذكر منهم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينها شف يمدح يقول رجل جائلس كذا بعدين تذكر الجنة والنار والعذاب والنعيم يوم القيامة فخشع وفاضت عينها هذا يمدح يمدحها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله لاحظ يمدح يقول العين اللي تبكي من خشية الله هذه لا تمسها النار ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا يا مؤمنين كل واحد يكون رجلا لا تبكي ولا يقطر من عينك أدرى دمعك كلا بل الإنسان الذي يبكي من خشية الله يبكي في آخر الليل يبكي تعظيما لله هذا يمدح ولا يذم النبي عليه الصلاة والسلام له مواقف متعددة بكى فيها من ذلك بكاؤه عند الدعاء لما مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى معركة بدر يقول علي رضي الله تعالى عنه لما وصلنا إلى مكان المعركة تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أننا خرجنا لأجل قطع الطريق على قافلة ألف بعير معهم أربعون حارسا فقط يعني سهل أنك مباشرة تقطع الطريق عليها ثم أنبه أيضا وأنبه إخوتي وأخواتي المستمعين إلينا ومشاهدين ترى قطع النبي صلى الله عليه وسلم للقافلة التي في معركة بدر ليس قطع طريق واستلاء على موال غير لا أبو بكر هاجر من مكة إلى المدينة وترك أموالها استولت عليها قريش عبد الرحمن بن عوف هاجر وترك أموالها استولت عليها قريش وهذا أمر مهم عثمان هاجر وترك أموالها استولت عليها قريش مجموعات من الصحابة كانوا تجارا من كبار تجار مكة هاجروا ما قالت قريش تعال عندك مئة بعير هنا ومئتين من الشياة وثلاثمائة من المعزة لا لا مباشرة استولت عليها ثم كونت قريش قافلة وأرسلتها إلى الشام فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأموال هذه اللي جاي الآن هي مالك يا أبو بكر مالك يا عثمان ويا علي ويا طلح هي أموالكم أصلا فلم يكن عليه الصلاة والسلام يخرج ليقطع الطريق لذلك لم يخرج ليقطع القافلة على قريش إلا مرة واحدة في معركة بدر بقية الأمور لما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ غناء وكذا بقية الأمور خلاص كانت قوافلهم تذهب صحيح أنهم كانوا يخافون من النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام قاطع طريق وهذا أمر لا بد أن نفهمه خرج عليه الصلاة والسلام فتفاجأ أن القافلة فرت من مكان آخر وأن قريشا قد خرجت إليه عليه الصلاة والسلام في أكثر من 1300 مقاتل الآن تورط معه 314 سلاح بسيط أمام 1300 مقاتل يقول علي فالتفت أبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو تحت شجرة يصلي ويبكي ويدعو الله حتى طلع عليه الفجر هنا البكاء ممدوح واحد يدعو الله ويبكي لا يدل على عدم رجوله وعدم شجاعة لا أقول يا ربي أنا منك وإليك أنا بك وعليك أنا يا ربي ما أستغني عنك وبالتالي هذا يعتبر ممدوحا من بكاء عليه الصلاة والسلام بكاء الرحمة لما وصل عمر ولده إبراهيم إلى سنة ونصف تقريبا أو سنتين أرسلت إليه أمه ماريا قالت يا رسول الله ولدك في الموت مريض لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده في ذلك الحين إلا هذا الولد ذكر والولد الذكر يعني إذا جاء الرجل على كبر في سنة يكون له يا أخي من يعني يمكن أنتوا ما جربتوا أنتوا لسا ما تزوجتوا تأمن فيه يكون له يا أخي من الغلات في القلب والحب يا أخي أنا عندي ولد أبو سنة ونصف إذا جيت أطلع للصلاة أحيانا وقف يبكي ويتعلق فيني يتقطع قلبي أدري أنه لا يصلح أن يذهب إلى المسجد وهو عمره سنة ونصف يشغلني ويشغل المصلين لكن يتقطع قلبي ولا أستطيع أني أخرج وأحمله وأسكته وأعطيه لأمه واللهيه بشيء ثم أخرج يتقطع قلبك عليه وأنا عندي غيره فما بالك لما النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده إلا هذا الولد واحد فقط وسماه على اسم أبيه إبراهيم أرسلت إليه قالت يا رسول الله ولدك في الموت أقبل النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء رفعه فإذا الصبي نفسه تقعقع يعني تخيل واحد حامل ولده والولد ينظر إلى أبيه ويشغل ينظر إلى فمه الذي طالما وضع فمه على فمه ينظر إلى عينه التي طالما قبلها ينظر إلى أنفه الصغير ينظر إلى يديه اللي طالما لعبت بلحيته عليه الصلاة والسلام وهو وضع في حجره ينظر إلى يعني ثمرة فؤاده بين يديه وإذا هو يشهق فبكى النبي عليه الصلاة والسلام بكى وهو ينظر إليه يموت فقال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تبكي تبكي قال يا بن عوف إنها رحمة إنها رحمة رحمة ولدي يا أخي إنها رحمة إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحمة فلم يزل في يده عليه الصلاة والسلام حتى مات هذا المواقف بكاءه صلى الله عليه وسلم كذلك لما أرسلت ليه ابنته قالت يا رسول الله إن عندي ولد وهو يموت طبعا يعرف ولدها ما هو جدها عليه الصلاة والسلام ابنته يعني هذا الولد بالنسبة إليه هو حياتها فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تحمل أن يقوم ويشهد الموت قال مرها فلتصبر ولتحتسب قل لها تصبر وتحتسب قال للرسول الذي جاء قال إنها تقول أقسم عليك يا أبي أن تأتي فمضى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا الصبي أيضا في الموت فجعل ينظر إليه وبكى هذا من المواقف بكاءه التي لا تدل على ضعفه تدل على رحمته ورقة قلبه أيضا يعني وعاطفته في التعامل مع مثل هذه الأحدى أحيانا يبكي النبي عليه الصلاة والسلام خشوعا وتعظيما لرب العالمين سئلت عائشة سألها عبيد بن عمر وسألها عروه بن الزبير لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بفترة دخل عليها قال لها يا أم المؤمنين أخبرين بأعظم موقف رأيتيه من النبي عليه الصلاة والسلام قالت لأحدث أنك أقبل إلي يوما أقبل إلي ليلة في ليلتي في ليلة عائشة وبقية النساء لهن ليالي تقول حتى إذا مس جلده جلدي قال يا عائشة اهذريني أتعبد لربي أتركيني الليلة أصلي قلت يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب أن تعبد ربك قالت فقام إلى شن معلق في السقف قربة فحل فمها وتوضأ بها قالت ثم كبر وقام يصلي فبكى حتى بل خده ثم بكى حتى بل لحيته حتى سمعت تقاطر الدمع على الحصير يعني قطرات تك تك كذا هو واقف يصلي ترجمة نانسي قنقر